القراءة مثل دائماً بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً بتقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بتحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك أنت يا برج العذراء وبعدين طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل أو شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية أو شو بتحس فيه حالياً في شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير أو عم تحلم حتى بها الشخص أو عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون أيضاً أحلام فعلية يعني أحلام حقيقية مش فقط أحلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في أحلامك أيضاً الكروت اللي طلعت عندي هون الفارس والبيد والكينج أيضاً طاقتك عم شوف ترابية كتير أغلب الطاقة اللي عندك يعني أنت بطاقتك أنت حالياً حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص أو تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية أيضاً وضعك تحسن أو وضعك متحسن من الناحية المادية لأنه عندك كينجو نايت أوف بينتكلز يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم أو وضعك يعني فيه تحسن أيضاً مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه الوضع بينكم أيضاً فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره أو أنت واقف بالتاريق بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنت بتحب الشخص بمعنى أنه بتحس أنه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات أو شوي حدة بالمناقشات فيه شوي تتش أو ملامسات بينك وبين هالشخص ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه سول ميت أو بتعتبره رفيق درب وأيضاً من الناحية العاطفية راضي كتير عن مواصفات هالشخص أو بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته بتحب كاريزمته وأيضاً مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك أو حتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب هول إنه صول طاقته مش كتير منيح هالشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه إشي بحيات هالشخص عم يحس إنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه أو الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف أيضاً إنه هو ما ترف لك أو ما حكى لك بهالإشي يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة أيضاً ممكن يكون هالشخص مخبي عنك إنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة عم تكون مش مزبوطة فيها لخبطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشفتة كتير عالي كممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حالياً مهزوزة أو غير مستقرة وممكن أيضاً نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيداً عن العلاقة أيضاً ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة أو فراغ بالعلاقة اللي بينكم إنه مش عم يحكي معاك لأنه في عنده ترانسفورميشنز أو في عنده تحولات ولكن أغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية أو بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حالياً مش مبسوط هو بصراحة عم نشوف أنت راضي أكتر أو أنت مقتنع أكتر بوضعك أكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم أو حالياً يعني أو شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم أو أحد من أسباب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس بيرفض حس إنه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف إنه في كتب من المشاعر مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون أو في بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم أو ممكن هالشخص أو أنت لأنه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي أو ما في إلو طريق أو نمط أو ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص أنت وهو مش في علاقة جدية فصعب عليك أنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض لأنه عندك فأنت وأيضا عندك ففي طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه سلميت وكأنه رفيق الدرب أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم أنه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة ما في خط معين تمشوا عليه يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف إنما ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف أنت بالمستقبل فيه إشي عم تحس أنك مربوط فيه ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون تركها الشخص وعم تحس أنك لأنه إنترابمنت هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي يعني أنت عم تحس بسجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور قبل ماضي عم تحس أنك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافه الحلوبة هاد أنه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري أوف سوردز ثري أوف سوردز عادة بيرمز إلى الجرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع أنه الدك عندي ما فيه كرت مقلوبة إلا أنه الكرت إجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري أوف سوردز بيرمز على أنك طالع من جرح معين أو طالع من حالة حزن معينة أو رح تطلع إذا أنت البعض منكم إذا قراءة عكسية وإنت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم إلى أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو connection أو تواصل ما زبط مع شخص أيضا ممكن يكون فيه عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة أشخاص ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة لأنه فيه كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف أنت مركز أكتر يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل في خطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل فأغلب العروض هاي عم شوف أنه مش رح تستهويك أو مش رح تعجبك بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر أو أسبوعين أو شهرين حتى بيختلف من شخص الآخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بحزن عم يحس أنه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس أنه مجروح كتير أيضا بده عم شوف أنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لأنه عنده Ace of cups يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود أيضا سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين إلى أنه مش رح يعبر عن هالإشي يعني هالشخص عم يشوف صعب أنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره بالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى هو ما أخذ موقف دفاعي يعني باني سور حول نفسه هالشخص وعم حسه أنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لأنه بيكن المشاعر لإلك ولكن بنفس الوقت بيحس أنه بموقف مش عم يسمح له أنه يعبر عن شو هو بيحس تجاهك ممكن ممكن يكون هالشخص أكس على فكرة أو حبيب قديم لأنه عم شوف أنه أنت في عندك عروض هون وفي عندك أيضا رضا نفسي فممكن أنت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا أكس قديم عم شوف أنه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له أنه يعبر فعم يكون كتير دفاعي رده بداية جديدة معك بس عم شوف أنه غير قادر أنه يحكي لك هالإشي خايف من الرفض أيضا لأنه عندك هون ريجيكشن فعالشخص خايف أنه بس يعبر أو إذا إجا حكا معك خايف من أنه ينرفض أو أنت ترفض أرض الحب تبعه لأنه بتشوف أنه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تيمتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون أنت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه إلى كتير من الإغراءات لأنه تيمتيشن عندكم تيمتيشن ترمز إلى إغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الإشياء اللي بتفيدك والإشياء اللي مش رح تفيدك لأنه من أغلب العروض اللي رح تجيك ممكن 90% منها أو أغلبها تكون إشياء مش رح تفيدك أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف أنه أنتو رح تنحطوا بموقف أو للبعض منكم اللي أنتو بيعلاقة مع بعض حالياً ولكن الأمور مش عم تمشي متل ما أنت بدك إياها رح تنحطوا بيجوز في ناس أيضاً بدها تخرب بينكم لأنه temptations فممكن في أطراف خارج العلاقة رح تحاول أنها تخرب التواصل بينكم تخرب الconnection بينكم لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة عم شوف أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل بالفعل البعض منكم اللي بيعلاقة حالياً بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك أو اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيهم أيضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك night of ones في عندك night of pentacles بدك ما تركز على الأمور اللي راحت لأنه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي أفهمت علي؟ ممكن تكون أيضاً خسارة بينكم مادية صارت أو خسارة بنوع من investment بالعلاقة بمعنى أنه عم تحس أنه في فرصة بينك وبين هالشخص ضعت ولكن البعض منكم لأنه عندك night of ones ففي تحرك بينك وبين هالشخص في طرف رح يتقرب إلى شخص الآخر أو أيضاً رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص وممكن أن تتقدم عرض حب لها ترجمة نانسي قنقر